قصة رواها الشيخ علي القرن في محاضرة بعنوان الرقابة لمن؟ حيث قال هذه القصة وقعت في زمن مضى لنعلم ثمرة مراقبة الله عز وجل رجل اسمه نوح كان ذا نعمة ومال وثراء وجاه وفوق ذلك صاحب دين وخلق وكان له ابنة غاية في الجمال ذات منصب وجمال أيضا ومثل أبيها صاحبة دين وخلق وكان معه عبد اسمه مبارك لا يملك من الدنيا قليلا ولا كثيرا ولكنه يملك الدين والخلق ومن ملكهما فقد ملك كل شيء أرسله سيده إلى بساتين له وقال له اذهب إلى تلك البساتين واحفظ ثمرها وكن على خدمتها إلى أن آتيك مضى الرجل وبقي في البساتين لمدة شهرين وبعدهما جاء سيده ليستريح في تلك البساتين فجلس تحت شجرة وقال يا مبارك ائتني بقطف من العنب فجاءه بقطف فإذا هو حامض فقال له ائتني بقطف آخر إن هذا حامض فأتاه بآخر وثالث فإذا هما مثل طعم الأول فكاد أن يستولي الغضب على سيده وقال له يا مبارك أطلب منك قطف عنب قد نضج وتأتيني بقطف لم ينضج ألا تعرف حلوه من حامضه قال مبارك والله ما أرسلتني لآكله وإنما أرسلتني لأحفظه وأقوم على خدمته والذي لا إله إلا هو ما ذقت منه عنابة واحدة وما راقبتك ولا راقبت أحدا من الكائنات ولكني راقبت الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء أعجب سيده به وبورعه وقال له الآن أستشريك والمستشار مؤتما لقد تقدم لابنتي فلان وفلان من أصحاب الثراء والجاه فمن ترى يستحق أن يتزوج ابنتي فقال مبارك لقد كان أهل الجاهلية يزوجون للأصل والحسب والنسب واليهود يزوجون للمال والنصارى للجمال وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يزوجون للدين والخلق وعلى عهدنا هذا للمال والجاه والمرء مع من أحب ومن تشبه بقوم فهو منهم أعجب نوح بكلام مبارك كثيرا ثم نظر وقدر وفكر وتملأ فما وجد خيرا من مبارك فأعتقه أولا وقال له أنت حر لوجه الله ثم قال لقد فكرت كثيرا فرأيت أنك خير من يتزوج بابنتي فقال مبارك اعرض عليها أولا فعرض الأب على ابنته الأمر فسألته إن كان يرضاه لها وعندما أخبرها برضاه قالت فإني أرضاه مراقبة للذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء فكان الزواج المبارك من مبارك ثم كانت الثمرة حيث حملت هذه الزوجة وولدت طفلا أسمياه عبد الله إنه عبد الله بن المبارك العالم الزاهد العابد الذي ما من إنسان قلب صفحة من كتب التاريخ إلا ووجده حيا بسيرته وذكره الطيب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ترجمة نانسي قنقر